أكد وزير الخارجية سمح شكر حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مولدوفا وإيجاد آلية للتشور بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مولدوفا أكد شكر أن المباحثات تركزت على علاقات تعاون بين البلدين وسبول تعزيزها في مختلف المجالات التوقيع على ثلاثة اتفاقيات الأولى في خامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين والآخر في إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحاملة جوازات صفر الدبلوماسية والخاصة والثالثة في التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين وكل ذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشور الدوري فيما بين البلدين وهذا من شأنه أن يعزز من العلاقة والوزير يصحب معه وفد اقتصادي وتم على هامش الزيارة عقد المجلس الأعمال المصري المولدوفي ويأتي ذلك أيضا من خلال الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات وجديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة شكرا